اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في الخلق الجديد من برنامج اكتسو سويت لايف في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد الامريكي والصيني ومضي اغلب الاقتصاديات المتقدمة بحملات التطعيم التي تتم على نطاق واسع قام صندوق النقد الدولي برفع توقعات لنمو هذا العام كيف يمكن ان تؤثر تلك العوامل على الاسواق العالمية للحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا استاذ فاد القواس في المستشار في الاستثمارات الاستراتيجية والاقتصاد الدولي اهلا ومرحبا بكم اهلا وسهلا بكم بداية نتحدث استاذ فهد في احدى المقابلات قد اشرت الى ارتفاع الذهب الذهب بالفعل حقق في عام 2020 ارتفاعات وصلت الى 2073 وكانت المقابلة التي اشرتهم اليها كنا تقريبا نتحدث في شهر ديسمبر وصلنا الى مستويات تقريبا قاربنا مستويات الـ 1960 دولار بعدها انخفضت اسعار الذهب خلال عام 2021 ليلامس مستويات تقريبا الـ 1675 دولار بالنسبة لنظرتكم هل تغيرت اتجاه اسعار الذهب ام نظرتكم ما زالت قائمة الى مستويات اكبر واعلى لاسعار الذهب يعطيك العافية النظرة ما تغيرت نهائيا ضروري جدا نفهم ايش الحصل للذهب عشان نقدر نوصل لنفس الوجهة النظر اللي انا بحكي عنها الآن السنة الفاتحة الذهب ارتفع 40% النزول السنة هادي اللي حصل حصل لسبب واحد فقط بالعادة الذهب في عدة مؤثرات بتأثر فيه جيو سياسية العرض والطلب وعوامل اخرى ولكن في الحالة هادي اللي صارت معانا مؤخرا في عام الواحد فقط هو اللي اثر على الذهب وهو ارتفاع الييلد على سندات الغزانة الامريكية تبعت العشر شنوات فقط هو يعني العلاقة واحد لواحد بين هو هذا اللي اثر عليها هلأ السؤال الرئيسي ليش ارتفعت الييلد على سندات الغزانة الامريكية كانت في ديسمبر حوالي 80 بيسس بوينت نقطة اساس اليوم ارتفعت نعم والآن عم نشوف 170 اعلى مستوياته في 14 الشهر نتحدث 1.77 لآن عم في النطاقات فوق الواحد فاصل 60 نعم صحيح هلأ بدنا نشوف ايش اللي رفع التوقعات ليش الييلد على سندات الغزانة الامريكية التين ييرز العشر سنوات ارتفعت لأن المستثمرين عندهم توقعات انه فيه تضخم قريب سيأتي قريبا هي توقعات هي توقعات خاطئة حكي عنا هلأ بس توقعاتهم هلأ سيكون فيه تضخم وبالتالي ما عاد الييلد هذا اللي كان موجود 80 نقطة اساس ما عاد يفي بالغرض فرفع من المستوى هلأ خلال شهر شهرين لما يتضح لهم انه ما فيه تضخم ما هيحصل التضخم هاتكلم عنه هاي مهمة جدا النقطة هيرجع مرة تانية يعكس طيب ليش مش بتوقع انه يصير التضخم التضخم رح يرتفع لانه في عنا حزم تحبيس وصم انفاق تقريبا الفدرال الامريكي والسياسة الولايات المتحدة الامريكية ام فقط بما يقارب منذ بدء جائحة الكورونا 5.4 مليون عفوان 5.4 مليون دولار الى الان فبالتالي كل حزم الانفاق هو توقعات بالانفاق الاستهداك وبالتالي سيكون هناك ارتفاعات للتضخم طب المعلومة هي طبعا غير دقيقة او بالصح هي غير صحيحة خلينا نتفرج على الحزم اللي صارت مبعد الالفين وثمانية الكرايسيز تبعد الالفين وثمانية صار فيه كوانتيتيتب ايزنج حزم تحفيز من الفدرالي رفعت البلانس شيت تبعد الفدرالي من 800 مليار الى 4.5 تريليون ومع ذلك ما قدروا يجيبوا التضخم اللي هو اللي بدهم يا الـ 2% تارجت تبعهم ما وصلوا له نهائيا فعندنا مسكلة الآن بعد الكوفيد 19 صار فيه اكتر من حزم من الفدرالي ومن اللي هو الـ monetary policies والـ fiscal policies اليوم اذا بتجمعيهم على بعض في السنتين الماليات اللي الفاتت واللي بدأت من الأكتوبر اللي فات السنة المالية لانه بتبدأ بواحد أكتوبر في الولايات المتحدة اذا بتجمعيهم على بعض نتخطط تمانية تريليون بين الفدرالي وبين التريجري ومع ذلك ما كان عندي ما حصل التضخم هذا نهائيا اللي بحكم التضخم هو الـ velocity الـ velocity اليوم في نزول من بعد الـ 2008 هي فيه نزول وبعد الـ COVID-19 نزول صار مور ستيب يعني صار أعمق النزول المشكلة الرئيسية هي في فهم المعادلة فريدمن هذه إنه إذا زودنا السيولة بيصير في عنده تضخم والكلام هذا شفناه على أرض الواقع بعد الـ 2008 غير صحيح السيولة ارتفعت بشكل عالي جداً ولكن الـ velocity نزلت الـ velocity اللي هي الـ money turn over إنه الفلوس تمتقل من يد إلى يد هذا فيه نزول وبالتالي الناس في عندهم إحجام عن الصرف الـ velocity هي اللي بتعمل التضخم واللي بيحركها موضوع سيكولوجي بحت يعني لازم المواطن ينزل يتمصرف وما حيتمصرف إذا ذهنه غير مش حاسس بأمان فالموضوع سيكولوجي بحت فممكن ظل تطبع فلوس زي ما أنت عاوزة وهذا اللي صار فعلاً شفنا الفيدرالي قديش تعمل يعني تخطو 7.3 تريليون الفيسكال بوليسي مع الآخر واحد الـ 1.9 تريليون اللي عملها بايدن وهلأ بتكلموا على 4 تريليون على فكرة جديدة كمان ولم يحصلوا على التضخم لأنه التضخم مرتبط بالـ velocity اليوم إذا منطل حتى على الشيكات اللي طلعت الـ 1400 دولار آخر إحصائية أرقام رسمية نزلتها على التويتر أكاونت تبعي 76% من المبالغ اللي بتروح direct على إيدين الناس عم بتروح إما للتوفير أو لتسديد ديون قديمة وهدول لا يعتبروا velocity هذا ما بيحرك اقتصاد ما بيحفز اقتصاد يعني لا يوجد إنفاق مقبل المستهلكين لأنه هي فكرة من حزم التحفيز أنه بالتالي فيه أموال بالتالي سيكون فيه صرف مقبل الناس بالضبط الأفراد اليوم المستهلك ما عم تتصرف نهائيا من 2009 إلى اليوم عم بتزيد اليوم زادت حتى كانت 100 دولار طلعت لـ 500 دولار معدل للتوفير فالناس عم بتوفر أكتر ما عم تتمصرف أكتر فحيظلوا يطبعوا قد ما حيطبعوا لن تحصل طيب ما رح يضطر الفرد ما رح يضطر الفرد الأمريكي إنه ينفق للمستهزمات عم بنفق عليها بس الحد الأدنى عم بنفق 14% 76% عم بتروح كلها توفيره وتزديد ديون قديمة اللي هو هذا اللي كانوا معاولين عليه إنه يحرك الفلوسيتي الفلوسيتي اليوم فيه نزول فبالتالي لكن بآخر إحصائيات حول أسعار المستهلكي كان هناك ارتفاعات إذا ما قاررنا بالشهر الذي قبله يعني ارتفاعات عساس شهري كانت إنفق لأسعار المستهلكين بالبيانات الأخيرة هي 0.16% الزيادة كانت هاي فقط لأنه زادت أسعار البترول اللي هو الفيول تبع السيارات هو اللي زاد هذا ما له أي علاقة بالإنفاق تبع المستهلك اللي الكل بيعب بنزين بالسيارات والبنزين زادت أسعاره في الولايات المتحدة هو هذا عمل الفارق ولكن إذا نروح يعني أنت لا تتوقع مع كل هذه الحزم الضخمة أن ترتفع أسعار التضخم التضخم هيحصل فقط لما نوصل لشوك ثيرابي على مستوى ماس كامل على مستوى الشعب كله لما يبدأوا بفقدان الثقة بالعملة وبالتالي كل ما طبعت جولايات المتحدة أو أي دولة تانية على فكرة كل ما طبعت أموال زيادة الناس لليوم من 2009 لليوم عم بيطلعوا فلوس يعني وتدخلت ومع ذلك لم يحصلوا على التضخم اللي عم بيصير عنده اليوم تضخم في الأسيتس وليس في السعار المستهلك الـ CPI يعني اليوم بطلع البنزين طلع آه بس بقية الأمور التانية ما طلعت مهيئيا فهذه مسكرة متى بتطلع لما الناس تشعر أن العملة هتبدأ تفقد القوة تبعتها إذا هنا دخل الشعور هذا لدى المستهلك هنا الكل بيبلش يستدين عشان يشتري أصول وهنا بتحصل التضخم بساعتها ما حيكون تضخم عادي لأن كل السيولة هادي هتبدأ تنسحب من المستهلكين بشكل أو بآخر اليوم بتروع على وول ستريت مش على المين ستريت إذا انسحبت كل التريليونات هادي ما حتنسحب بكميات قليلة بكميات ضخمة هندخل بهايبر انفليسين وليس بتضخم الطبيعي اللي هم بدهم 102% لهذا السبب أن الفدرالي الأمريكي يعتقد أنه حتى يتحقق مستوى التوظيف بشكل كامل أيضا وارتفاع لمستويات المستهدفة اللي تضخم بفوق 2% حتى يقوم الفدرالي الأمريكي بالذبي سواء بتخليص بردام الشراء الوصول أو برفع أصعار الفائدة الكلام هذا كله على الورق ونظري عمليا وانس بصير فيه الانفلات تبع التضخم ما فيه كوابح عليه يعني ما فيه عندهم ثرمستات اللي يهدوا اللعب كل السيول اللي انعملت في السوء هادي ما هتنسحب مرة تانية لا من عن طريق التريجري ولا عن طريق الفدرالي بليلة وضحاها إذا الناس هجمت على السيول هادي مرة وحدة هنتوقع هايبر انفليشن هلا متى حيصير الكلام هذا أنا أعتقد أنه حيستمر للـ 2023 عملية طباعة الأموال والتحفيز بدون أي نتائج ولكن إذا وصلنا لمرحلة الانفلات حيكون صعب جدا يسيطر عليه ما فيه شيء سيسيطر إذا التريليونات هذه بدأت طبعا هذا كله هيأثر إيجابا على سعر الدهب وسعر الدهب زل ما حكيتك نعم إيجابا معنات أنت تقول هناك أتفال التضخم سيكون سيأتي هذا اليوم ليس قريبا سيأتي طبعا بس مثل اليوم هم متوقعين أنه خلال خلال سهر أو اثنين بدك تستنيلك شيء سنتين نستنى لا سنتين زمان لما تم زياد لأنه ما فيه إلهم معادلة لحساب الجزء السايكولوجي أنه متى تفقد الناس الثقة بالعملة ما إلها معادلة فلغاية اليوم ما زالت الثقة موجودة ولكن ما بدنا نسري أكتر ما بدنا نحمل حالنا تأفراد ديون طيب أسعار الذهب مستويات المستهدف الأسعار الذهب خلال الفترة القادمة ولا أتحدث على المدى الطويل جدا خلال الشهر شهرين لما المستثمرين يكتشفوا أنه ما فيه تضخم كل التوقعات تبعت الييلد على التريجيري نوتس للعشر سنوات اللي ارتفعت نتيجة هذه التوقعات لما يكتشفوا أنه ما فيه منه تضخم كله حينعكس الييلد هذا حيرجع ينزل وسعر الذهب حيرجع للمستويات اللي كان عليه قبل كل شيء صار في آخر شهرين ما هي المستويات ما هي المستويات المرتقبة حيرجع بين ألف وتمانونية ألف وتسعمين مرة تانية نعم عينعكس قريبا هل ما زلت على توقعاتك السابقة طبعا طبعا آه بالعكس عام ٢٢٢٥ نعم ما زالت نفس أنا عندي ثلاث تحليلات في ثلاث نظريات مختلفة كلهم بيؤدوا تقريبا لنفس الرقام مثل بنفس الدقة ٢٢٢٥٢٢٠ ٢٢٢٠٠ ٢٠٢٠ أنت ذكرت في فأنا ما زلت على هذا الرقم وما زلت أراه قائما من غاية الآن ما صار أي شيء يغير بالعكس كل ما زاده في طباعة الأموال كل ما اقتربت ساعة فقدان الثقة بالعملات الورقية والملاذ الآمن الوحيدي المعروف خلال ٦٠٠٠ سنة هو الذهب حيرجع يطلع الذهب مرة تانية شيئنا ما بينه يعني حيطلع الناس هتهجم عليه وعلى بعض الأصول الأصول اللي انتفخت اليوم حيصير فيها اتو الامبلود يعني حيصير فيها انهيار مرة تانية فحيرجعوا لناس للملاذ الآمن الأوحد اللي هو معروف اللي هو الذهب والفضة ما في خيار تالي ما في بيتكوين البيتكوين هذا يسي مرحلي وظرفي ما لها علاقة هن بعض فعلا يعني الإشارة تقول لن تحول إلى البيتكوين لكن وافقك الرأي إنه الذهب ذهب ويبقى الملاذ الآمن للساسيكي الكل بيفهمه البيتكوين اليوم عندك فاصلة صفر 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 واحد في المية اللي بيفهموا البيتكوين الذهب كل العالم بيفهمه المتعلم والجاهل كل التمانية مليار بيعرفوا إيش الذهب وإيله قيمة عندهم كلهم مفهوم لدى الجميع نعم طيب دانا أستاذ فهد نتحدث عن الدولار الأمريكي التي تربطوا علاقة عكسية مع الذهب بشكل عام الدولار الأمريكي تراجع خلال عام 2020 بسبب جائحة الكورونا ثم بدأنا نشاهد ارتفاعات في عام 2021 للدولار الأمريكي بقابل سلة من العملات الرئيسية وأنتم أشرتم في مقابلتكم مع إيكوتي أن هناك سنشهد انخفاض كبير للدولار هل تتوقع أن تستمر الدولار الأمريكي بالانخفاض طبعا هو هدف رئيسي لدى الولايات المتحدة تخفيض الدولار عشان تشجيع الصادرات فالدولار القوي بالنسبة لهم سيء جدا لأنه في عندهم ديون اليوم خارجية عالية جدا الحل الوحيد في حل من اتنين للديون هذه إما ديفولت تعثر وهذا ما حيصير لأنه عندهم المطبعة تتوقع دولار جبهم عاوزين الحل الأوحد تنفليتت يعني لازم يصير فيه تضخم لإضعاف حجم الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي فاليوم ما فيهمهم القيار وما إلها معادرة فهيضلوا في عمليات طباعة الدولارات ويصرفوا المصرفات الزائدة اللي هي الفيسكال بالذات هلأ جانت يالن مش بالصدفة أجت مسكة التريجيري إنه كانت هي التشير بيرسن طبعا الفيدرالي وبعدين هلأ التريجيري هد بده يصير عملية دمجة أنا كنت حكيت عنها في ما يسمى النظرية النقدة الحديثة يعني حاملة رأيتها اليوم عالميا بروفسيرا اسمها كيلتون وهذه أجت في الحملة الانتخابية تبعا بيرني ساندرز كانت هي المستشار الاقتصادي وصارت ضمن الدين لما تنازل أولا بايدن صارت ضمن يعني هي خلينا نقول ليس في القفاء بس يعني خلف الستارة هي اللي عم تضع هذه النظرية قيد التنفيذ إنه يصير فيه ما في داعي يكون فيه بنوك في النصف أصدر سانداتا بيعمل لبنوك بعدين يروحوا يعملوا لهم monetization أو يبيعون للفيدرالي والفيدرالي يطعي فلوس خليهم من التريجري للفيدرالي يعمل monetization الكلام هذا بيعمل عندي نوع من التضخم السريع أوكي ولكن إذا فلت التضخم هذا مشكلته إنه ما إله كوابح يعني مش ترمسات إنه عيير لي على 2.7 إذا فلت التضخم كل السيولة هذه إذا تنسحب من الأفراد هيصير في عندي hyperinflation وهذا متوقع يصير خلال السنوات القليلة القادمة إذا استمروا هم مستمرين ما عندهم خيار آخر في نهز الإنفاق على المقصد يعني هل تتوقع استمرار حزم التحفيز وحزم الإنفاق هل سنرى المزيد من حزم التحفيز أرادي بعد الـ 1.9 تريليون تبعت بايدن أرادي نعم فيه 3 أربعة أربعة تريليون الدولار التي أعلنها لكن لم يتم تمريرها إلى الآن يعني حيعدوا 3 تريليون منه نفس الشيء هيظلوا مستمرين الـ concept واضح إنه أنا بصرف deficit عندي بس ما عندي مشكلة لأنه الصرف هذا على المكشوف مقابل أصول في القطاع الخاص عملية طريقة النظر في modern monetary theory أنا شرحتها التفصيل في ندوة تفصيلية هم بعتبروها شيء جيد وما حتخل في عملية ضعف الدولار لأنه الضريبة جباية الضرائب بالدولار فالناس ما حترمي الدولار ولا حتتخلى عنه لأنه لازم تدفع ضرائب فبالتالي فيه عنصر القوف إذا ما دفعت الضرائب في أمريكا بنسجن الشخص فبالتالي بالفير concept هذا الناس حتضل يستعمل الدولار لدفع الضرائب فما عندنا مشكلة accounting wise على الـ balance sheet فعلا هي على الـ balance sheet تعتقد أنه مضبوطة طيب سليمة فين المشكلة المشكلة شغلة واحدة ينقصها اللي هو psychology يعني modern monetary theory did not factor in ما أخذت بعين الاعتبار psychology الفرد لما يتم فقدان الثقة بأي عملة لأنه هذه one way ticket ونسف قط العملة أنت تتوقع دولار ضعيف إلى أين يتجه إلى أي مستويات برأيك الدولار عم باتجه لمستويات بقيفة إذا بتطل اليوم على القوة الشرية تبعة الدولار كانت فقط 98% أبل لكرايسس تبعة الـ 2008 نزلت بشكل منحدر أكثر اليوم بتنزل هتنزل بشكل منحدر أعلى فبنتجه نحو الصفر عشان كده عم بتكلموا على موضوع الدولار الرقمي واليورو الرقمي واليوان اللي أراد صدر الرقمي لكن بكل يعني رغم ذلك ضعف الدولار الأمريكي سيكون له آثار إيجابية للثهب وارتفاعات للثهب دائماً الدهب هو الكسبان في الكرايسس الدهب هو الكسبان إذا نطل حتى على الهيستوري بالـ 70s الدهب صعد 75% في الكرايسس الـ 80s صعد أكثر من ذلك بكثير حتى الدهب الـ spot متكلم ونتكلم على الـ نيموزماتيك اللي هو الـ collectibles ارتفع حتى أكثر فدائماً الدهب في الـ inflation والدفليشن بيرتفع بالإنفليشن بيرتفع أكثر بكثير طبعاً اللي عمل الـ pressure على الدهب اليوم هي بعض المتغيرات آخر نزول لإله كان زي ما شرحت وغيره العلاقة مباشرة في موضوع الديل تبعاً لسندات الخزان الأمريكية العشر سنوات تصريحات تصريحات جانيت ييلن مئيسة الخزان الأمريكية قالت يجب أن نقلق أولاً على النمو الاقتصادي وبعدها نتطلع إلى ارتفاع الدين يعني ألا ترى يعني من ذلك مثلاً عدم رؤية صانعية القرار لمخاطر ارتفاع الدين وأنت قد ذكرت ارتفاع الدين وارتفاع الدين طبعاً له آثار جانبية جداً وتأثير بشكل عام سواء على الأسواق على العملات نعم صحيح جانيت ييلن زي ما حكيت لك يعني الموزيشن تبعها يعني مسيس في شكل غير طبيعي لتنفيذ الموضن المونيتير اللي هو ربط مباشر بين التريجري وبين الفيدرالي اللي هو البنك المركزي هذا وعم بتنفذ على فكرة الآن خلينا نشوف النمو الاقتصادي إنه خلينا نتس ووري النمو الاقتصادي بعدين نقلق في موضوع الدين الكلام هذا غير صحيح وما حيتم النمو الاقتصادي اليوم أي تسجيل لنمو بدنا نعرف هو فين كان النمو فأنت لما توعي بحفرة مئة متر غمؤها بعدين تطلعي تلاتين متر هذي التلاتين مظبوط صعود بس ما زلت بالحفرة أنا ما طلعت منها البيس لاين طبعي اختلف لما زلت أنا مئة متر تحت سطح الأرض مع الكرايز بعد الكوفيد نينتين وهلا طلعت تلاتين متر ما زلت سبعين متر أنا بالحفرة غرأ ما طلعت ما فينا نقول عليه أنه إحنا في انتعاش ما في انتعاش ما صار ما رجعت لنفس المستويات ولن ترجع لنفس المستويات لأنه الدين اليوم اللي بيعمل عندي فيه معامل بالاقتصاد بقول له الكينزيان معادلة سهلة جدا أنه اليوم إذا أنت بتستديني دولار وبتصرفي الدولار هذا برجع لك عائد دولار وعشرين سنت الناتج القومي لغاية ما توصلي لثريش هولد معين اللي هو تسعين في المية حجم الدين لحجم الجي دي بي إذا تخطيتي تسعين في المية وأمريكا اليوم فوق المية وثلاثين في المية أمريكا اليوم صار وضعها على فكرة الدين للجي دي بي زيها زي لبنان زي إيطاليا طب ألا يقلقك تلك الارتفاعات في الديون هذا هو عم بقولك اليوم بعدما تعديت التسعين في المية ديت و جي دي بي بصفي كل دولار تستلفي تصفي كامل في الاقتصاد دولار بس بيعطيك نتج قومي تمانين سنت فأنت اليوم كلما استلفت أكثر عم تغرق أكثر لأنه تعديت الحد الطبيعي للديون بطلت الديون تعمل انتعاش هذه المعادلة الاقتصادية فعالة وآخر تمنمئة سنة في دراسة موجودة على الإنترنت نزلتها أنا عندي على التويتر أكتاون درسوا آخر تمنمئة سنة اقتصادات العالم كيف انهارت المعامل المسترك كان هو نسبة الدين للجي دي بي متى نقطة التراجع نقطة اللعودة تسعين في المية للاقتصادات الأدفانس الدول النامية ست ستين في المية أمريكا اليوم فوق المئة وثلاثين مئة وثلاثين هلأ يعني زي هزي يعني هي قاعدة بالكاتيجوري تبعت لبنان تبعت اليونان تبعت إيطاليا نفس التركيب الكارثية فاليوم مهما زدنا الدين ما هيحفز لأنه احنا قطعنا التسعين في المية تعدينا ناينتي برسنت طيب جانت ييلن لماذا ليست قلقة من ارتفاع الدين وأنت تقول أن هناك تفاقم سيكون في ارتفاع الدين لأنه زي ما أكدت لك جانت ييلن بدها تطبق المودن مونيتوري ثيري بدها تروح تعمل ربط إنه احنا منصدر سندات نستدعين والفيدرالي بكي يشلنا إياهم دارك لي ما بدي بنوك في النص ما إلي علاقة في الاقتصاد يعني مش مهم الاقتصاد يشتغل أنا إلي علاقة to monetize direct monetization للdebt هذه كارثية طبعا فالمودل monetary theory كثير لسه مش مستوعبينها أو مش عارفين أبعادها وخطورتها حتى اقتصاديين أنا عاد تحدثت مع مجموعة منهم معينها قديمة بس اليوم دخلت حيز التنفيذ الفكرة هذه خطيرة جدا فإنه كانت في الفيدرالي واجهت على ترجري هي لتنفيذ هذه عشان كذا بتحكي خطابها سياسي ضحت ولكن الاقتصاد لن يتحسن لن يتعافى بزي ما هو يعني هذي اللي كانوا بيحكوا عنها الـ V-shape اللي حكيت عنها أنا بسمينارز وبحلقات كتير نعم وذكرتها في مقابتنا نزل شار بعدين طلع شوية هيك والكل صار يعني طنطن إنه هان شفت الـ V-shape ايه صار بعدين التلاتود صار فيه بلاتو يعني نزلت نزول حاد طلع شوية بعدين فلات لاين الإيكونومي فما في النمو هذا تسميه سوف نتحدث على النمو بس قبل أن ننتقل إلى النمو الاقتصادي والاقتصاد العالمي بشكل عام أو التأثير ارتفاع الدين على الأسواق الأسهم الأسهم العالمية اليوم ارتفاع الدين بيعمل عندي لنمو الاقتصاد اللي عم بصير اليوم إنه فيه خلق تدخل يعني عارفي كيف أنت اليوم بكوارث سابقة لما الحكومات لم تتدخل فيها انحلت في سنة أو سنة ونص كل الكوارث اللي امتدت مدة الأثر السلبي تباعها كانت لأنه الحكومات تدخلت فيه صار فيه انترفيرنس إنه خلينا نعالج الموضوع بطريقتنا اللي هي وغيرها وحلول منه هذا فقط لما تتدخل الحكومة في الأسواق الحرة تخرب الدنيا بالضبط تاريخيا على فكرة فاليوم أثر الدين على الأسواق كالتالي أنا عندي الأثر الأهم هو طباعة الأموال الليكوديتي اللي عم بتروح هاي لازم تععد في مكان فعم بتلاقي طريقة هاي وول ستريت ليس المين ستريت طيب الاستثمار في أسواق الأسهم نعم الاستثمار في الأسواق الأسهم اليوم الكل بعرف إنه أسواق الأسهم الأفريج ديفيدنس تبعتها واحد ونصف في المية للسهم مجمعتا طبعا كازا الأفريج طب لما صار عندي أنا للتريجري العشر سنوات واحد فاصل سبعة سبعة فحيصير فيه هجرة أسواق اليوم من الكابيتال ماركتز هاي من الايكوتي ماركتز لا لفين للسندات ما هي عم تعطيني أكثر واحد فاصل سبعة سبعة الأفريج هنا واحد فاصل خمسة فالثريش سولد هذا رئيسي لهجرة الأموال هنا ولكن محطة زي ما حكيت لك عطيها الشهر طب إحنا عم نشوف ارتفاعات ومستويات قياسية ووستريت وعم نشوف ارتفاعات وقابل بعوائد سندات الخزان الأمريكي لا خلينا نشوف S&P 500 S&P 500 هو لازم نسموه S&P 7 هم سبع شركات فقط اللي لأنه بتعف طب وصل إلى مستويات قياسية طبيعي والأعلى تاريخيا طبيعي لأنه It's a cap-weighted index هم سبع شركات اللي مؤثرين فيها يمثلوا أربعين في المية من وزن ال-index هذا كله هم سبع شركات الباقي كله zombie companies عم تستدين عشان تسدد ديون قديمة خمسين في المية من الشركات S&P 500 نسميهم zombie companies عم تستدين عشان تسدد ديون ما في عندها حركة ما في حراك ما في operational income كافي سدد ديون اللي عامل كل النفقة هذي هم سبع شركات اللي هم معروفين أبل مايكروسوف أمازون نتفلكس من كمان طب إلى أين هتتجه أسواق الأسهم يعني بشكل عام أنت رؤيتك لأسواق الأسهم هل تضخمت فعل أسعار الأسهم معلوم معلوم عندك المكرارات الربحية عالية جدا جدا اللي هي تمثل صراحة It's a bubble وبعدين شفنا احنا في الربع الأول السنة الفاتت نزلت شي 30% يعني تصخيح فحتنزل مرة ثانية ما هتستمر بهذا الشكل لأنه صار في مشكلة إلى فين رايحين احنا لمن رايحين هلأ سيبك من الشركات اللي هي الجيتمت زي ما حكيت عنهم معنا السبعة في الـ S&P 500 هذول تكنوليزي بيست اوكي نتفليك سبعة شركات تمثل 40% من القطاع البنكي وربحية البنوك يعني عم نشوف أيضا يعني فيه ربحية من بعض اسهم البنوك خاصة بدأت يعني القطاع البنكي يعلن عن نتائجه هناك قفزة في الأرباح قفزة من فين الـ baseline هذا بعد اللي صار ففيه قفزة نعم بس الـ baseline اختلف بطل مع المكان صار الـ baseline من هون فالقفزة من الجزء المتدني أو نقطة المتدنية الزديدة اللي صارت صار فيه قفزة بس وين وصلنا اليوم مقارنة وين كنا لسه ما وصلنا لها ما رجعنا على الأماكن الأولانية بس تعطي الشعور أنه صار فيه قفزة معلوم صار فيه قفزة اليوم البنوك على zero interest اليوم عم تشتغل كلها على بورتفوليو تبعات الـ stock market يعني عم بتغذي الـ stock markets بديون جديدة buybacks لشركات stock buybacks فعم تعمل تفيز من هذا الكلام بس هل بتعمل فيز لأنه الاقتصاد عم تشتغل وشركات construction وغيره عم تتداين الإجابة لا أنا أعطي مثال نوضح النقطة هذه اليوم أنا عندي الـ SMEs small to medium enterprises في أمريكا تمثل 45% من الاقتصاد الأمريكي و50% من الـ employment قال لا هدولي أخذوا big head هدولي معظمهم سكر لأنه maximum duration اللي فيهم يتحملوا يعيسوا وهم على lockdown على الكاشفلو تبعهم من 30 يوم لـ 90 يوم طب هدول سكرناهم أكثر من هيك بكثير فمعظمهم أفلسوا وسكروا فصار عندي اليوم الـ unemployment عالي جدا 60 مليون بنتكلم شخص ومنتكلم على شركات هذه سكرت تماما الحركة اللي نشوفها اليوم كلها حركة مالية ليس في الاقتصاد الناس صارت تخلط بين الـ stock market لما تشوفوا طالع يتقول لك أوف طب هيا الاقتصاد حلو stock market ما له علاقة بالاقتصاد ما في connection الاقتصاد له حراك آخر بس الكل صار يطل على الـ stock market على أنه هو مؤشر الاقتصاد وهذه النظرة الغلط بدأت من بعد لـ 2080 من هداك الوقت طول في ضغط سيولة دائما quantitative easing لإحياء الـ stock market أنه طول ما المستثمرين عم بعملوا فلوس وعم نجيب فلوس من برا على الـ stock market we are okay فصار فيه disconnect على الـ real economy أنه الناس طبعا عندي 60 مليون واحد unemployed فين الاقتصاد فين التحفيز اللي بعملو ما فيه حتى الـ 1400 دولار حكيتك 76% أنت عم بتروح اليوم تستيديون قديمة وـ saving ما بتروح على الـ طيب طيب أستاذ فهد أشرتم في توقعاتكم أنه السابقة أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يتعافى وبالفعل هناك عديد من الدول إلى الآن تعاني من انكماش في العديد من القطاعات وخصوصا نتحدث عن قطاع الخدمات في تلك الدول لكن صندوق نقض الدولي رفع توقعاته للنمو هذا العام والعام المقبل ألا تعتقد أن هذه التوقعات من صندوق النقض الدولي مبالغ بها؟ سوفي زي ما حكيت لك إحنا بدنا نشوف إيه سي البيس لاين إحنا لما كان يعني أعطيكي مثال اليوم نمو الجي دي بي في أمريكا ما حيرجع إلى 2.2 زي ما كان عليه ما قبل كوفيد نايتين وما كان عليه من 2008 لغاية طيب البيانات أخذنا قطاع التصنيع عم يعطي إيجابية نوعاً هناك بيانات إيجابية قادمة من المتحدة الأمريكية لا تعتبر هذا مؤشر أو دلالات على أن هناك تعافي أو بداية تعافي اقتصادي في 10 مليون واحد في أمريكا بين الأعمار من 24 إلى 54 هدول توقفوا عن التقديم إلى وظائف فما بيظهروش في الاندكس اللي تفضلت فيه العشرة مليون إذا بيضي فيهم اليوم شخص بيضي فيهم على هدول ليس توقفوا على البحث عن وظيفة أعطيكي مثال يعني زي مين بارتندر أمي حيقدم على وظيفة ليس ممسكرين البارات كلهم في أمريكا ما حيقدم على وظيفة هذا وزيه كتير ما حيقدم هدول توقفوا عن تقديم على وظائف وبالتالي ما بدخلوا في الحسبة اللي انت أشرت إلها ففي هدول عشر ما يتوقفوا الأمريكية غير زراعية نعم وأيضا تراجب في معدل بطالة ألا تعتقد أن هاي مؤشرات خطاع التصنيف لا البطالة تحسب بشكل المقدمين على طلبات التوظيف اللي هم جزء من السيستم اللي توقفوا عن التقديم طلعوا برا نظام بس ما بيستغلوا هدول عشر مليون واحد ايبل ووركرز مش ناس إعانات البطالة الأمريكية يعني نوعا ما هناك في ارتفاع ما زال في البيانات اللي عم تظهر من إعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية بالضبط عم بتزيد ستين مليون واحد وصله توتل فبالتالي مش إنه الحكومة عم تضحك لا لا بس الاندكس اللي بيطلوا عليه مش هو لازم نتفرج عليه عشان نشوف التعافي هذي نقطة النقطة تانية خلينا نتفرج على التعافي من موضوع آخر أنا عندي الاسميز كلهم تأثروا بشكل ضخم جدا عندي مطاعم سكرت نتيجة الكوفيد نينتين نيويورك مسكري نيويورك في 25 ألف مطعم فقط في نيويورك 25 ألف مطعم معظمهم they are boarded مسكرين بخسب يعني الوحقة شابية boarded طلعت فيه هجرة mass exodus يعني خروج بالجملة من نيويورك يعني عم تتفرغ نيويورك قيسي عليها ولايات كذا ولاية من الكبار فبدنا نطل اليوم على التعافي لما الصندوق النقطة الدولي بقول إنه في improvement أنا معه إنه في improvement معلوم بس baseline اختلف أنا ما قبل الجائحة كان هنا موقعنا من الإعراب لما يقول لي من هنا أنا بدي أطلع زيادة بقول ممتاز بس أنا نزلت لغاية هنا هلأ بقول لي في تعافي السنة الجائحة صحيح في صعود بس ما وصلنا للنقطة اللي كنا baseline اختلف عندي baseline صار يعني كتير تحت أقل يعني طلعت نزل ما اللي نفترض economy 60% annualized وطلع 30% بس لسه ما وصلنا على اللي كنا عليه ما قبل الجائحة فهذا هو التعريف اللي أنا بدي أوصل له depression فإحنا دخلنا مرحلة depression في depression مش معناته ما في نمو في نمو لس مش up to the potential طب في الpotential يعني بطيء جدا الpotential اللي هو ما كان عليه ما قبل الجائحة من كانت أمريكا 2.2 average النمو بعد الكريز 2008 لغاية ما قبل جائحة كورونا كان average نمو الجي دي بي طيب صندوق النقد الدولي عبدت وقع الاقتصاد العالمي 6% كانت وقعته السابقة 5.5% من البيسلين الزديد في فرق هلأ it's tricky ومش البيسلين طبعا مش ما كان عليه الاقتصاد العالمي ما قبل الجائحة البيسلين طبعا بعد ما نزل من هنا هيطلع ال6% مظبوط بس هل هو إحنا وصلنا للبيسلين الأساسي الإجابة لا هذا الفرق بينهم هذا هذا التعريف ففي في نمو بس مدة اللي بنتكلم عليها بنتكلم 30 سنة مش مش إنه ما حيحصل فيها نمو بس ما حيحصل نمو هذا لكل اللي صارت بعد الجوائح في آخر 650 سنة في دراسة موجودة على الإنترنت وإي شاردت على ماي تويتر أكاونت ووجدوا إنه طبعا كوفيد 19 هلأ صارت رقم 3 الجوائح اللي تمت الدرس طيب يعني أنت تذكر إنه كوفيد 19 تسببت إغلاقات اقتصاد لكن بدأت تفتح يعني فرنسا بلجيكا سويسرا بدأت يعني فتح الاقتصاد بشكل تدريجي وبطيق صوفة تقوم بفتح الاقتصاد بشكل تدريجي يعني هناك نعم بدنا نفرق بين إنه في ناس أفلست ما هترجع تفتح تاني حتى لو الحكومة قالت يلا افتحوا المطاعم أنا المطعم سكرته أصلا وأفلست هدول كثيرين هاي رقم واحد رقم اتنين كونك فتحت المطعم مش معناته إن الناس هتجي تأكل فأنا عندي عالي عندي مازال تخوف في موضوع الكوفيد عندي الحبتز تبعت الناس بدأت تتغير أثر الجوائح هذه في الدراسة اللي أشرت إلها في أثر سيكولوجي إنه في مطعم بس ما بدأ أروح على المطاعم ليس نفس الكمية حتى لو فتح المطاعم هذا هذا غير إنه التباعد الاجتماعي عدد طولات ألف المطاعم والكلام هذا كله غير نفسيا الناس زي ما حكينا ماسك إيدها بتوفر فما حتطلع تتمصرف ما لا علاقة إنه الحكومة تفتح المطاعم ولا لا الناس ما حتطلع بنفس الزخم والصرف اللي كانت تصرفه وتطلعه في المطاعم للأسباب اللي أنا حكيتها فبالتالي هذا عالي جدا يعني أمريكا اليوم كانت ما قبل 2008 وبعد 2008 نزلت من 3.2 المو اقتصادي للسنة إلى 2.2 هذا 1% هذا طيب أدي حزمه فلوس يعني حسبيها على 10 سنين على اقتصاد 20 تريليون هذه فوال 4 تريليون دولار هذه اختفت يعني أنت حسبيها هذا الكيرف الأولاني ما قبل واللي بعد جاي أقل الوجه هذه في النص هذه هذه فلوس اختفت من الاقتصاد بيرمننت معنا توقعات أيضا صدوق النقد الدول توقعات والولايات بالتاحة الأمريكية اتفاعات يعني بشكل أيضا ترتفع بس من 6% نعم من بيسلاين مختلف أنا البيسلاين تابعي اليوم بعد الهبوض مش نزلنا حرف V وصلنا هون هلا من هون بقولك هتطلع 6% نزبوط بس مش من هون مش من البيسلاين ما قبل الCOVID-19 البيسلاين طبعا صار متدني كتير فبعد زي ما حكيت لك أنت وقعت بحفرة مئة متر سلقت ثلاثين متر حلوين بس ما زلت بالحفرة ما طلعت منها وده سيكزاكي واتسا فهم تفضلي يعني هل لدانا ننتقل إلى أسعار النفط بالنسبة للنفط يعني أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير بعدما انهيارها في شهر إبريل 2020 هل تعتقد بأن أسعار النفط مستمرة في الارتفاع هذه السنة أم أن الاقتصاد العالمي لن يتحمل المزيد من ارتفاع الأسعار في النفط النفط في عدة عامل بتلعب فيه supply and demand وفيه بنفس الوقت الدولار كونه مسعر بالدولار الدولار متجه إلى انخفاض مما يعني أنه أسعار النفط هترتفع مستحيل ينزل الدولار والنفط يفضل زي ما هو أو ينزل هيرتفع هيرتفع الدهب النفط متوقع له يرتفع بانخفاض الدولار أوكي supply and demand بتكون another lever ممكن تضغط عليه ولكن توقعات أنه كمان يرتفع انخفاض الدولار هيؤثر إيجابي أو إذا جاز التعبير إنه إيجابي فالسعر النفط هيرتفع ساعته هلأ ممكن يجي ضغط آخر نتيجة supply and demand هلأ وفين بتحطنا هذه المعادلة يظل ثابت أو يرتفع شوي أو ينزل شوي ولكن خفاض الدولار الأكيد هيرتفع سعر النفط على الأقل العقود الآجلة لأنه الناس بدأت تتربح من العقود هذه الدولار منقفض لازم يطلع النفط يعني مستويات ربما نصل إلى فوق 75-80 دولار وارد جدا في النصف الثاني النصف الثاني لا أيضا تنصل لهنا بس الارتفاع وارد جدا بس ما حسبت على أنا أبطل أكتر على النفط يرتفع توقعاتك من خفاض وضعف الدولار الأمريكي سوف ينعكس إجابا على النفط عموما في تراجع بالمخزونات للنخام في بيانات يعني تظهر أنه مستجدات جديدة تدعم أسعار النفط وخصوصا مع بدء فتح ربما فتح الاقتصاد في أوروبا سيساعد في زيادة الطلب على ضفط من أوروبا صحيح أستاذ فهد القواسمي المستشار في الاستثمارات الاستراتيجية والاقتصاد الدولي شكرا جزيلا لك وشكرا على إترائك لهذه المعلومات القيمة ولنرى كيف ستكون أسعار الذهب والنفط والدولار مقابل سلة العملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة في ظل كل الظروف المحيطة من جائحة الكورونا وفي وقت بدأت تشهد الاقتصادية العالمية تعافي اقتصاد شكرا 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 مشاهدين نكون بذلك قد وصلنا الى حتام برنامج اكويت سبوتلايت تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة